شايماء منوران النهاردة وكل سنة وانت طيبة عيد أطحى مبارك كل سنة وانت طيبين انا مبسوطة ان انا بنت مصر وبنت البيت المصري وبقولك كل سنة وانت طيبين وعيد أطحى مبارك انا مبسوطة ان اني بحتفل معك وعيد الأطحى ومع الامة الاسلامية كلها ورب بقى دفع خفيفة بقى دفع يعني زي القمر كمان يعني احنا انا عارفة ان انت اخت الفنانة كمان مروه نيجي مضبوط فماشاء الله يعني البيت اللي مطلع شايماء نيجي ومروة نيجي دول كانوا بيأكلكوا ايه وانتوا صغيرين يعني اه شاي بحليب الصبح عارفة انت سنقودش الجبنة وشاي بحليب ده جد انه يطلع عندنا خماية لصوت انا عارفة انتوا الاثنين طرعين من داري الأوبيرا المصري مظبوط يا حيث مروة سبقتك وبعدين انت كنت يقرأ مظبوط لكن البيت اكيد ليه يعني دور في الموضوع احكي لنا كده كواليسكم في البيت كتعاملة ازاي حجة البيت بيغني بابا الله يرحمه كان صوته حلو جدا 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 واحنا تربين على بيت مصري عادي جدا بنصحى من النوم الصبح الساعة 7 الصبح بابا وماما بيحضروا نفسهم للشغل بس الراديو بيتفتح فيا صباح الخير اللي معنا عارفة الشعب المصري الطبيعي وبالليل بنوض نسمع الساعة بتاعت السيتم وكلصوم والأساس عبدالوهاب بابا طبعا صوته حلو جدا بس كان في القرآن الكريم والله يرحمه بس لما كنا بنسمعه نقوله عظم على العظم يا ست زي ما بتسمعه في الراديو بس فخلاص ارتبطت صوتنا بان احنا بنسمع على الحاجات دي دي كانت حياتنا فات وانتو صغيرين في السن دا بتسمعه ومكلصوم اعتقد الكلام صعب انه يتفهم لكن لقيتوا نفسكوا بتحبوا ستة ومكلصوم وبتحبوا أغاني ومكلصوم دي حقيقة هو البيت اي بيت مصري اتربى فيه ان انت بتسمعي ومكلصوم بتعيش فيها طول الوقت يعني وكان الوقت دا الثقافة بتاعتنا عاملة كده يعني ثقافتنا المصرية زي ما حضرتك قلتي من شوية انت ما يعديش عيد من غري يللت العيد فيه اغاني كده معينة كنا لازم الصبح يا صباح الخري اللي معنا دا يعني ام كلصوم بتصبح على مصر كلها فطبيعي البيت اللي دايما بيبقى فيه ثقافة عاملة كده بتلاقي ان هما بيحبوا شوية الفن وبعدين احنا من اسكندرية فشعبي بيحب المزيكة والغنى وبابا اصلا قلت لك ستوحل يعني احنا بغدين الموهبة قردي موهبة كانت موجودة اثقلناها بقى بفكرة ان احنا بنسمع بنذاكر طيب اللي يغني قديم يقدر دايما احنا شوفنا ما شو الله يغني جديد كمان لكن العكس اعتقد انه مش سهل هو طبعا صعب جدا جدا واللي بيقعد يفتكس ويقول حاجة غير كده بياخد وقت كبير يعني بياخد مسافات بعيدة قوي بس بيبقى صعب ومش بيبقى بنفس يعني الثقل الفني اللي بيبقى عند البني ادم اللي تربى على الدراسة والمذاكرة دي انت عارفة الفترة اللي فاتت كان فيه يعني ايه هي حاجة اجابية جدا الصراحة اهتمام من كل الناس بالتراث والناس كلها بتتجمع على مسألة ليالي احياء التراث وانه نشوف حتى الناس اللي ما كانتش بتسمع قديم والشباب ابتدوا يسمعوا لما بقى عندنا مواهب زيك مثلا وزي ما يفهروا قرهام عبدالحكيم وكل يعني الفنانات الأوبرا اللي بيشرفون الحقيقة في كل حتة بيحيوا هذا التراث وبيكونوا اقرب للشباب مظبوط شايفة ده ازاي وانتي متخيلا انه ده ممكن يفرق ازاي ان احنا تكونوا امتداد للجيل ده بوسي هو مش حينفع ان يكون امتداد لجيل عظيم كان موجود فترة انت بتتكلمي في اهرامات اهرامات مصر بجد يعني بتتكلمي ان السيد عبدالوهايب ست ام كلسوم والاسادزة الكبارة العظام دي ده جيل مش موجود احنا بنحاول نحي هذا التراث وثقافتنا الحضارية اللي احنا تربينا عليها في الوطن العربي يقولك ان مصر بلد الفن علشان اي حد يدخل الفن لازم يجي مصر احنا ترجمة نانسي قنقر